السلام لبنات كنتمنى تكونوا كلكم بخير و بأحوال جيدة و عيد أضحى مبارك دخل عليكم صحة و السلام و بالرحمة و بالمغفرة من عند الله يا رب العالمين الفيديو اليوم سنشارك الفقاس و غريبة الكوك و البيسكويت الصراحة تجي معلك تجي الدو في الفم و الفقاس كذلك يجي الصراحة هائل رائع تجيب المكون رائعة دبا مع المقادر و طريقة التحضير و فرجة ممتعة اول حاجة بالنسبة للفقاس نحتاج له ثلاثة البيضات هنا بالنسبة للمقادر تقدروا تضعف البنات المقادر يعني انا دلت المقدار ثلاثة البيضات هنا كما تشاهدوا معي اضفت لي كأس كبير السكر سانيدة سوف نضيف السكر سانيدة و سوف نضيف كأس كبير زيت النباتية هنا الكأس بالعبار كأس العنبه و لكأس الشاي سوف نضيف 4 كأس المظهر حتى ننكه الفقاس يبقى اختياري غير هو يأتي لديد بمظهر و هنا اضفت معلقة كبيرة و معلقة كبيرة النافع و هنا اول مكون الرائع هو الكوكاو محمر بطبيعة الحال و مهرمش غليد كما تشاهدوا معي اضفت كأس كبير تقدروا تضيف اللوز و جنجلان وتعطيه مضاق رائع و مضاق مختلف على الفقاس هنا ضفت الزليفة لدقيق الفورس و ضفت الخمارة يصار شية here 15 قرام ضفت نصف ثاني بعضنا ما يُعادل تقريبا 1 خمارة و نصف بالنسبة للناس الكريم لا اقوم بها 15 قرام سوف نضيف ثاني زلاف أخرى دقيق سوف نزيد بشويه البنات حتى يجمع لي العجينة ديالي ديال الفقاس باش ما يجينيش قاسح بزاف خاص الفقاس يجيني شوي يرتب باش يجيني الفقاس رائع ومينتهرش معنا فاشي طيب إلا درتوه قاسح البنات راتي يتهرس معكم فاشكونو كتقطعو فيه كما شاهدتو معايا راهنا هزلية بالحساب جو زلاف ونصف كما شاهدو معايا هذا هو القوام دياله كي يجير طب ومكند الكوش بزاف فقط كنجمعوه على هات الشكل هذا سوف نقسموه على ثلاثة ديال القيطاع ونبدأ نحربي فيهم بهالطريقة هذي نحاول انني من المشي من الواسط وانا غادي الجنب باش يجيني كله قد ويجيني بحال بحال فقط انا كندير هاد المراحل انا عارف اقع الناس كي عارفو يديروا الفقاس ولكن كين المبتدئات والبناتلي اول مرة غايطيبوا الفقاس كي بغوا الاسرار وكي بغوا يشوفوا كل شي على عينيهم باش ينجح ليهم الفقاس من اول مرة كما كاتشاهدو معايا هنا من بعد ما حربلتو حطيتو فلطة اللي غادي دخول فرار وغادي نحاول انني نبسطو غير واحد شوية من الفوق وهنا جبت شوية ديال القهوة وضفت لها واحد شوية ديال الحليب انا بنسبالي انا كتعجبني القهوة مع الحليب البيض كي يجيني بحال الفقاس كي يجي مزفر وصراحة ما كيعجبنيش هذك اللون ما كيجيش واضح اللون ديالو بحال القهوة فاش نديرها مع الحليب وكنحاول انني نغلب القهوة كي ما كتشاهدو معايا دهنتو مزيان المرة اللولة ومن بعد عود ثاني غادي نعود ندهنو المرة الثانية باش يجيني ذاك اللون اللي كيعجبني انا الصراحة كيجي اللون باين في الفقاس كيجي هكا جيل ميل القهوي الغامق هنا واخذيت الفورشيت وباديت كنزوق في الفقاس ديالي بهذا الشكل المائلي على هات الشكل هذا باش صراحة كيجي شكل جيلو زوين بزاف وكيجي باين وعاطي في المنظر تقدروا البنات فقط تديو تجيبو على شكل كاروات يعني اديو خط كامل وتعاودو تجروه من جناب باش يجيكم على شكل كاروات انا كنفضل هات الشكل هذا كيجي صراحة زوي غادي ندخلو الفران اللي بارد البنات هذا هو وسر باش ما يتشققش معاكم الفقاس ويجيكم مشقق غادي ندخلو الفران يكون بارد وغادي ندير درجة الحرارة تكون يعني ناقصة ونخليوهي طيب على خاطروا راهده وسر البنات باش ما كيتشققش معاكم الفقاس وكيجي صراحة رائع كما كاتش هدو معاي هنا من بعد ما خرجتو من الفران هانتو مرا كيجي محمر من التحت وما كيجي لمشقق لوالو وكيجي طايبة البنات راه من الداخل ما كيبقاش خضر نهائيا هنا لما كنتشو الزربانين عليه تخليوهي لكاملة يبات حتى الصباح هتقطعوه وللطريقة اللي كنتستعمل انا لكن زربان عليه كندخلو نغطي واحد السربيتة وكندخلو التلاجة يبرد تقريبا 1-4 سوية ولا 3 سوية عرض غيك يبرد التلاجة ولا المجمد ومن بعد كنخرجوه كما كاتشاهدو معايا هنا انا كنقطع فيه قدامكم وغادي تشوفو رما كيتفرتت منه ودقول فرتيتة وحدى البنات السراحة كيجي رطب كيجي طايب وكيجي رائع رائع البنات ما كيتشقق معاكم ما كيتفرتت معاكم ما والوها انتو ما غادي تشوفو وكنهزو ما كيتهرس معايا متاشي حاجه او شوفو البنات هذو كل قطع ديال كوكو كيما كيجيو مزينينو كذلك ذو كل الخطوط ديال القهوة اللي درناه من الفوق كيجي الصراحة هائل وكذلك ذوك حبت حلاوه من نافع كيما كلكم البنات قدروا تديرو زجنجلان ولا ديرو اللوز ان شاء الله غادي نشارك معاكم كذلك الفقاس ديال اللوز هو كيجي الصراحة هائل انتو ما البنات غادي نقطع معاكم هذوك الحراب البتلاتة باش شوفوا بانه كله البنات كيتقطع مما كيتهرس وكما كيتشاهدوا معا كذلك الاصبع ديالي هو باش كنتحكم على السمك ديال الفقاس باش يجينا شوية غليط مديرو شرقيق البنات باش مليك تحمروه ما كي يجيكم ش مقرمش بزاف يجيكم مرقيق حاولوا تخليوا السمك دياله تقريبا واحد نص سنتيم احتل سنتيم انا كنتحكم غير بالاصبع ديالي كنبقى غادي نقطع باش كيجيني الفقاس كله قد قد و بحال بحال انتوما البنات را قطعت معاكم هذي كلها يعني ما تفرتات و تقول فرتيتا وحدا البنات را كالصراحة كي يصدق معاكم الفقاس ان شاء الله اللي تبعتوا المراحل وكي يجي رائع البنات انا متأكدة يلا جربتوا غادي نالاعجاب ديالكم وغادي صدق معاكم كذلك هنا انا ستفوف اللطة اللي يدخل الفران ونشعل الفران من الفوق وندخله بشي تحمر كما تشاهدوا معايا انا انا ردخلت و تحمر معايا من الفوق ونبدأ ان نقلب فيه بهذه الطريقة وكما تشاهدوا معايا البنات را مكي تهرس معايا مواله سوف انا نقام السمرة بنفس طريقة حتى نكمل قاعد الفقاس اللي عندي ونضوزوا باش نحضر معاكم الغريبة ديالكوك بالقيطة او البسكو اللي جلديده مع الكهشيشة بزاف كتدوف الفم لأول حاجة نحتاج ليه هنا 600 قرام ديال دقيق ميو عادي لتقريبا 1 جود زليف كبار زليف ديال الحريرة وهنا غادي ناخد الزبدة غادي نحتاج تقريبا 1-125 قرام ديال الزبدة انا غادي نقول لكم المقدار تقريبا 1-3 لمعال كبار ديال الزبدة ديال البواطة تقدروا تستعملوا انتما اي زبدة عندكم وغادي نبدأ ان نبس بس فهدك الدقيق مع الزبدة هي اول حاجة حتي تلبس ليه ذاك الدقيق مزيان بديك الزبدة وهذا هو السر من الأسرار ديال الغريبة باش ديكم هشيشة وديكم فتية بزاف وتشقق معاكم كذلك سوف نبس بس فيهم زيانة لبنات كما كاتشاهدوا معي حتي تلبس كامل وباش نعرفوا ان الدقيق ديالنا واسمته وجد شوفوا يعني من كتشدوا الدقيق ديالكم كتجمعوك يبقى مجموع سوف نضيف لي هنا كأس ديال الكوك وغادي نضيف كأس ديال السكر سانيدة وغادي نضيف كأس ديال البيسكوي مطحون او القايطة انا كنستعمل هذي كناخدها مركضونا فيها بحن نكهة ديال الكوك باش ديال تخرج لنا هذيك النكهة ديال الكوك بصراحة كتجيب نينا تقدروا لبنات تستغنوا على القايطة او البيسكوي ولكن حتي هيك تعطي واحد لدة رائعة وهنا غادي نضيف خنيشة ديال الخمارة ديال الحلوة تقدروا تضيفها لبناتو مجوج صشياتي لعندكم ديال 7 جرام نضيف الزيت بشوية بشوية انا غادي نتال الاخر غادي نقول لكم شحال هالزيت ليا ديال الزيت باش تشوفوا الزيت مضيفوش كامل دقة واحدة غا تبقوا تضيفو بشوية بشوية حتى تجمع لكم العجينة ديالكم عبت تحبسو هنا انا اضفت الكأس اللوول و بديت نجمع فيه كما كتشاهدوا معي غير بشوية بشوية على هالطريقة هذي ونبدأ نضيف الكأس الثاني كما كتشاهدوا معي غادي تنضيف بنصف الكأس بنصف الكأس من اللي غادي تشوفوا العجينة ديالكم بدأت كتجمع معاكم هنتو ما غادي تشوفوا القوام ديالها في الاخير كيفاش غادي يجي باش الغريبة ديالكم ديالكم فتية و ديالكم كتفرتت و في نفس الوقت تشقق معاكم هنلا تقريبا انها ازتليه جوش كيسان ديال الزيت النباتية اللي ازتليها في Blendت كيفاش تولي يعني جمعها لمليك جمع معاكم على هات الشكل هذا و في النفس الوقت كتبقا كتفرتت هانتو ما غاruct общى نقيسها , لو قاعدت معي العجينة على هات الشكل هادا و كذلك اللي بتشوفوا همليك نجمعها رحت كتبت معانا على هات الشكل هذا أه يعني هنت تعرفوا بانا راح العجينة ديالكم واجدة الخطوة الثانية هو نجيب دوك الحكاكة ديال ماطيشة البلاصة الغليضة و ندووزها ضرورية من هاد المرحلة هي اللي كتخلي الغريبة ديالنا دينا مشقة و كذلك كتجي كتدوف في الفومة البلاصة كندووزها كاملة في الحكاكة الغليضة اللي كندرو فيها ماطيشة على هاد الشكل هادا كي يجي كي ولي الشكل ديالها بحال هكا أنا جبت اللاطة اللي غادي تدخل الفران درتليها الورق ديال الفرن او ورق الزبدة صافي و غادي نبدأ نكركب في القويرة ديال عليها هاد الشكل هادا و نحاول انني نخلي لها واحد كي ما كنقول واحد القميقين ملتحت و ملتحت و ملتفوق هي باش غادي تخليوا ان الغريبة ديالكم ديكم يعني متساوية و ديكم كذلك لبنات مشقة ملتفوق كما كتشاهدوا معينا كنحاول نوريها لكم عنقر باش تشوفوها كنحاول نلولبها شوفو انا غادي نقلبها لكم باش تشوفو على هاد الشكل هذا يعني كتحاولوا تلولبوها مزيان و تخليوا لي واحد الرأس الفوقاني هو علش كنحطوها صافي هنا الغريبة ديالي من بعد ما وجدت غاد ندخلها الفران اللي تكون سخون من قبل و تكون درجة الحرارة ناقصة لبنات من اللي تدخلوا الغريبة ديالكم من اللي تحت تخلي واحد تتشقق عاد طلعوها لفوق حتى تكمل طياب ديالها و من بعد غاد نتلاقوا باش نشوفو الشكل نهائي ديال فقاسو ديال غريبة كي ما كتشاهدوا معي هذا هو الشكل نهائي ديالهم شوفو الغريبة كتجي مشقة الصراحة كتجي طايبة محمرة بهد اللون و كتجي كتفرتة البنات كتدوف المفوم الصرا كتجي رائعة و كما كتشاهدوا معي كذلك الفقاس كي يجي محمرة بدل لون كي يجي رائع كي يحب لبنات و كذلك كي يجي دك للكوكا و حبت حلاوه و نافع مزينينو و كذلك الريحة دياله ديال مظهر كي يعطي واحد لده رائعة و كما شتوا البنات غريبة ضغيت قسمة معي الصراحة كتجي مهوية من الداخل كتجي مبس بسا كتجي فتية بزاف و ازع ما الصراحة كتجي هائلة كتتحمق البنات و الماضاق دياله كتجي حائلة كتجي حمق كتجي رائع و كتجي مع الكاب هاداك الكوك و كذلك هاداك الكأس ديال البيسكوي اللي درنا معها شوفوا البنات را كتجي تفرتت كتجي صراحة رائعة و الفقاس حتى هو البنات را كتجي تقسم معي بسهولة و في نفس الوقت كي يجي مقرمش كي يجي رائع كي يجي هائل تنتمنى تجربوهم و ينالوا الإعجاب ديالكم كما شتوا البنات عدرت معاكم جميع الخطوات باش يجيكم الفقاس ان شاء الله ناجح من اول مرة و كذلك غريبة حتى هي تجي مشقة معاكم و جي تج كتدوف الفم و جيكم رائعة ان شاء الله كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديالي و ما يكون الإعجاب ديالكم ما تنسونيش من اللايكات و التعاليق ديالكم اللي ديما كتشجعوني بها و اللي كنشكركم عليها بزاف بزاف من كل قلبي و ما تنسوش تبارتاجي و الفيديو مع الأهل و الأصدقاء و اللي أول مرة كيشاهد الفيديو ديالي ما ينساش يدر الشرك في القناة و يفعل كذلك الجرس باش ان شاء الله يوصلوا اي جديد حطيتو في القناة انا كنضرب لكم موعيد في الفيديو الجاي و السلام عليكم